سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم شهوات سهلة وقتصادية كنت مننا دائما تكونوا كاملين بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله دائما في إطار وصفات اللي بشوفان كيما طلبتوا مني في التعليق كيني الناس اللي كيكون عندهما كشوفان في الضار وما كيعرفوش فاش يستعملوه لهذا اليوم أنقصر حليكم واحد الاقتراح اللي كيجي لديد بزاف تصوبوه لوليداتكم للقوتي أو للفطور الصابح كيجي ولداد شاش وحد اللدة ما تشبعوش منه غنحتاجوا على بركة الله لوحد الكاس ديال الشوفان من الأحسن تستعملو الشوفان اللي رقيق لأنه كين الأوراق دياله كبار وكين هذا الأوراق دياله رقاق وصغر من الأحسن تستعملو هاد النوعية هادي غنديروا كاس ديال الشوفان في واحد الإناء ومن بعد غنضيف عليه بيضاء كاملة كيما كتشوفو معايا وكذلك غنضيف كاس ديال الحليب كيما كتشوفو بالنسبة للحليب بحرارة المطبخ نحاول نحركها كواحد شوية وغنغطيها نخليه يرتاح مدة 10 دقيق حتى 15 دقيقة باش كيرطاب معانا ديال الشوفان وكيجي يرتاب وكيجي مشرب ديال الحليب من بعد ما دست مدة ديال 15 دقيقة طروري من هاد المرحلة هادي باش كيرطاب معاكم غنطرب هاد المكونات هاكا جيدا ديك البيضاء مع الشوفان والحليب وهنا يا غنضيف واحد القطعة ديال الجبن متلت كيما تخدرو تضيف واحد الجوش قطاح غنحاول نمع اسهم زيان باش كتنساجم مع الخالات الآن غنضيف نصف كاس من السكر حبيبات وكذلك نصف كاس من الزيت النباتية بالنسبة لناس اللي ما غيبغيوش السكر وغيبغيو وصفة صحية 100% ممكن تستغنوا على السكر وتعوضوه بالعسل الطبيعي جوج ملاعق ديال العسل الطبيعي او لا تتحنوا الطمر ديالكم اللي كان عندكم الطمر معجون تتحنوه وضيفوه وبالنسبة للزيت ممكن تستعملوا الزبدة تكون زبدة جيدة زبدة حيوانية او لا ممكن تستعملوا زيت الزيتون غير هو تكون شي نوعية اللي سكون خفيفة باش ميخرش داك الريحة والمضاق ديالها هنا يا اضفت ملعقة ديال مربى المشمش او لا ملعقة ديال العسل من بعد ما كنطرب الخالات ديالي جيدا هنا يا غنضيف كاس ديال سميدة رقيقة كما كتشوفو معايا او لا ممكن تعوضوه بدقيق القمح الكامل او لا دقيق الفينو اللي متوفر عندكم ضيفوه كنخلط الخالات ديالي جيدا والان غنضيف القليل من اللوز اللي قطعتوه هكا غير بالسكين قطع ليهو مصغر معا القليل من الزبيب او للعنب المجفف هاد الاضافة كتبقى اختيارية وكتبقى على حسب المتوفر ديالكم ممكن تديروا اي مكسرات متواجدة عندكم لوز او لا الجوز او لا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب الرغبة الان غنضيف مازال ربع كاس ديال سميدة رقيقة يعني استعملت كاس وربع وغنضيف جوج اكياس ديال خميرة الحلويات وغنحاول نطرب الخالات ديالي جيدا حتى كينساجمو جميع المكونات كتجي صراحة لدادين بزف كيجيو كيحمقو كيجيو هشاج كيدوبو في الفم واحد المضاق مختلف متميز غيعجبكم اكيد وغيعجبو حتى الوليدات ديالكم من الاحسنة كان صابوا ليهم بحل هاد الوصفات كان عارفوا واشنو كان عطيوهم وضعت الخالات ديالي جانبا وهنايا جيت باش نحضر معاكم اللي مول اللي غنستعمل فهد المرة بغيت نستعمل هاد المولات الفردية كيما يمكن لكم تديروا مول عائلي بطبيعة الحال اي مول بغيتوا تستعملوا وغتستعملوه بالنسبة لهاد المولات الفردية ايلا ما بغيتوش تدهنوهم بالزبدة ولا الزيت غتديرو هاد الطريقة هادي عجبتني بزاف عملية كتاخدو هاد الكيس تعدو ديالي كابكيك يكونو كبار شوية كتحطوهم هكا على المول وكتجيبو شيمول خرط تديروه من فوق منو باش كيعطيها داك الفورما ديال المول من بعد ما حضرت المول ديالي ارجعت للخالات كما كتشوفوا معايا كإضافة أخيرة هنضيفوليه ملعقة كبيرة من الخل مع ملعقة كبيرة من الماء صراحة كيجيو هشاشين بزاف هاد الإضافة الأخيرة مهمة جدا ما تنسوهاش يعني وجدوهم هاد الطريقة اللي درت غتحصلوا على واحد نتيجة اللي رائعة هناك نحاول نخلط الخالات ديالي جيدا باش كينساجموا لي معدك الخل والخل كيتفعل لنا مع الخاميرا كيعطيهم واحد لها شاشة اللي رهيبة كيما كتشوفوا معايا هادا هو القوام كيفاش كيكون كيكون ما هو ثقيل بزف ما هو خفيف كيجيوا رائعين كنتمنى من كل قلبي أنكم تجربوهم وكنتمنى إذا العجبكم الفيديو تبرتجوه مع الأصدقاء والإحباب ديالكم وتخليوا لي جيم للفيديو لتشجيع جزاكم الله وخيرا وكنتمنى تشتركوا معايا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي إن شاء الله الآن غان نبدأ نعمر ليمول ديالي كندير فيهم جوج ملاعق كبيرة في كل واحدة وبالنسبة للفرن رعني شعلت عليه في المرحلة هادي أنه ضروري يكون فرعا سخون مزيان كنشعل غير التحت يعني فقط من الأسفل وكن نخليه يسخن جيدا من اللي كان ندخلهم غنقص غنخلي عافية اللي مهيلة بزاف ونخليهم يطيبوا على خطرهم حتى نشوفهم بدأوا كيتحمروا من الجنب عاد غنشعل عليهم الفوق باش كيتحمروا من الوجه ديالهم ما كيتعطلوش بزاف طيب وكيبقى كل واحدة والفران ديالها المهم طيب ديالهم بحل طيب الكيكا تماما هنا يقدرتهم في اللطة ديال الفرن وغندخلهم يطيبوا كيما كيتشوفو خرجوا لي عشرة ديال الحبات وهنايا من بعد ما طابوا كيما كيتشوفو كيجيوا محمرين بهذا الشكل هذا من اللي خرجتهم الفران غطيتهم بواحد المنديل وخليتهم حتى برضو على خطرهم كيما كيتشوفو كيتزولوا من المول بكل سهولة وحتى هادة طريقة ديالتيرهم فكو يغطرت عملية ما كيلسقوه ما كيتوسقو حتى المول كيبقوا محافظين عليهم هنايا من بعد ما حيتهم غنزينهم معاكم غنزينهم بالقليل من المربى ديال الميش ميش كيما كيتشوفو وكيبقا تزين على حسب الاختيار ديالكم إلا بغيتوا تزينوهم بهذا الشكل أو لبشي شكل آخر لكم الاختيار هنايا من بعد ما غنزينهم بالمربى أو لبالكونفيتور غنرش عليهم القليل من اللوز يفيلي من الفوق اللي حمرتوا واحد شوية ممكن ترشوهم بالكوك أو جوز الهند أو ممكن تديروا ليهم الفوق الفواكه المعسلة أو للمكسرات أو اللي تزينوهم بالتفاح قبل ما يطيبوا مهم لكم الاختيار في التزينها تبدعوا كيف ما بغيتوا هنايا غنكمل لهم التزين وغنوريكم الشكل ديالهم من الداخل وهكذا كيكون الشكل النهائي ديال الكيكات ديالنا اللي درنا بالشوفان كيجيو صراحة شهوة منهم كيجيو في الشكل ديالهم كيحمقوا والمداق ديالهم رائع جدا شي حاجة اللي متميزة مختلفة تماما مداق ديالهم رائع جدا كيبقى ديك المداق ديالهم في الفوم شي حاجة اللي متميزة وديال تحمرت الوجه كنتمنى تجربوهم بهالطريقة هادي وتقولوا ليه في التعليق كيفاش جاتكم كيما شفتو كيجيو هشاش فتيين ديك المكسرات ودك الزبيب من داخل ديالهم معيلكين صراحة رائعين أكتر من رائعين نعينا نوصف لكم ما غديش نوصف لكم ديك اللده هشاشة ديالهم حتى تجربوهم ان شاء الله وعاد غتعرفوني علياش كان هضر كنتمنى أخواتي إذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبقلوش ألية بتشعاتكم اللي كتفرحني بساف كان شكركم على حسن المتابعة وان شاء الله غنطلقوا في فيديو قادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله